وفي ختم جولته تفقد رئيس مجلس الوزراء أعبل تطوير الهوية البصرية على الطريق الدائري بمحافظتي القهرة والجيزة وأكد رئيس الوزراء أهمية الإسراء في تنفيذ مشروع تطوير الهوية البصرية على الطريق الدائري الذي يستهدف أحداث نقلة حضارية بالمنطقة تزامنا مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير والذي يعد حدثا ضخما سيجزب دائرات الضوء عالميا وضف مدبولي أن ذلك يأتي ضمن خطة الدولة لتحسين الرؤية البصرية وإبراز العناصر الجمالية لمحيط المتحف المصري الكبير والطرق المؤدية إليه